معي من ريف حمص أبو البراء الحمصي عضو تجمع ثوار سوريا ختم زميل بلال تقرير بخروج الوفد وننتظر تنفيذ البنود أليت سائل الاتفاق وتنفيذ البنود إلى أي درجة هي عملية أم تقف أمامها عقبات كثيرة غير سلاسة ما يخرج عن الاجتماعات من بيانات نعم في الحقيقة سيدتي بالنسبة لهذا الاجتماع يمكن اعتباره اجتماع تمهيدي لاجتماعات لاحقة ستقرر فيها الاتفاق النهائي طبعا الآن اللجنة هي المخولة بإعداد صيغة اتفاق سيتم التوافق عليه في الاجتماعات القادمة بعد عشرة أيام هناك اجتماع بين اللجنة المفاوضة الممثلة للهيئة العامة للمفاوضات هذه اللجنة مؤلفة من ستة أشخاص طبعا اجتماعوا بالأمس مع الجانب الروسي بالنسبة لموضوع الخروقات خروقات قوات نظام التي لا زالت مستمرة حتى اليوم ومنذ قليل استهدفت قوات نظام مدينة تلبيسة بالمدفعية التقيلة طبعا هذا الموضوع نوقش مع الجانب الروسي وقد أكد الجانب الروسي بأنه هو ضمن لوقف هذه الخروقات وهناك قناة اتصال بين لجنة المفاوضات في الريف الشمالي لحمص مع الجانب الروسي إذا ما كان هناك أي خروقات سيتم إعلام الجانب الروسي بهذا الأمر وهم سيتخذون الإجراءات لكن ما هي الألية للوقف؟ حتى عندما تقول روسيا أو الوفد الروسي بأنه تقوم بالضمانات في حال خروقات وموضوع دخول القوات الإغاثية وموضوع المعتقلين الذي يعتبر من أهم بنود أهم بندل المعارضة بهذه الاجتماعات ما الضمانات التي يجب أن يقدمها الطرف الروسي هنا؟ نعم بالنسبة لهذا الموضوع طبعا موضوع الضمانات سوف يقرر ضمن البنود التي ستقرها اللجنة المكلفة بهذا الموضوع بالأمس الضمانات كانت فقط شفاهية لم يكن هناك ضمانات كتابية لم يكن هناك توقيع على أي اتفاق فقط الجانب الروسي وجنرال الروسي أكد بأن القصف سيتوقف نعم توقف القصف بالأمس حتى هذه الساعة منذ قليل كان هناك قصف على مدينة تلبيسة لكن كما ذكرتي ليس هناك ضمانات ملموسة من الجانب الروسي لوقف إطلاق النار لإخراج المعتقلين الذي كان هو البند الأهم والذي تصر عليه الهيئة العامة للمفاوضات أو اللجنة المفاوضة رب ماذا كان رد الطرف الروسي عن موضوع المعتقلين؟ حتى لو لم نتكلم الآن عن ضمانات خطية كيف هو الرد الروسي على موضوع المعتقلين؟ نعم بالأمس الرد الروسي كان إيجابيا بأنه متجاوب إلى أبعد الحدود بالنسبة لموضوع المعتقلين وهو البند الذي سيقوم بتنفيذه وقد كان طلب لجنة المفاوضات بأنه إن لم ينفذ هذا البند أولاً فلن يكون هناك تنفيذ لأي بنود أخرى لأن كان هناك قبل مفاوضات سابقة إن كان في حي الوعر أو إن كان في مناطق أخرى في حمص أو في سوريا حتى بإخراج المعتقلين لكن النظام لم يلتزم بأي من هذه البنود لأن المعتقلين هم الورقة الضاغطة أو التي يضغط بها النظام على اللجان المفاوضة في كل المفاوضات التي تحصل فلذلك اللجان المفاوضة في هذا الموضوع تصر على إخراج المعتقلين في البداية ومن بعدها سيكون هناك تنفيذ للبند اللاحقة ومن ضمنها طبعاً كان هناك طلب من قبل الجانب الروسي بفتح طريق أتوستراد حمص حما وطبعاً هذا الموضوع قابل للنقاش ولكن بعد إخراج المعتقلين فقط كان الطلب الأهم هو إخراج المعتقلين وإلقاف القصف ومن ثم سيكون هناك مناقشة لأي بنود أخرى لاحقة كما ذكرنا هناك اجتماعات أخرى ستكون بعد عدة أيام بعد عشرة أيام وبعدها سيكون هناك لقاءات وسيتم التوقيع خطياً إذا ما كان هناك توافق على البنود التي ستضعها اللجنة المفاوضة سنكون معكم دائماً لأي جديد بهذا الموضوع من ريف حمص عدو تجمع ثوار سوريا أبو البراء الحمص شكراً